شاهدين دلوقتي مجز مع هم مؤخر الأنباء مع منا تفضل يا منا شكرا ليكي باسانت التاسعة صواحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرينتش مجز الأخبار من التليفزيون المصرية أهلا بكم بحث الرئيس عبدالفتاح السيسي هاتفيا مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بعض القضايا الإقليمية والدولية دات الاهتمام المشترك جاء ذلك خلال تلقيه اتصالا هاتفيا من خادم الحرمين الشريفين وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي وخادم الحرمين الشريفين تبادل التهنئة بمناسبة عيد الأطحى المبارك حيث أعرب الرئيس السيسي عن خالص تمنياته لشعب وحكومة المملكة العربية السعودية الشقيقة بدوام التقدم والسلام والازدهار فيما أعرب الملك سلمان بن عبدالعزيز عن تمنياته بأن يعيد الله هذه المناسبة على مصر والسعودية والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليومي والبركات أكد رئيس عبدالفتاح السيسي متابعته باهتمام بالغ لكلمة أخيه الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة التي وضع فيها خارطة طريق واضحة للرقاء والتنمية والأخوة وحدد بشكل واضح سياسة الإمارات الداخلية والخارجية وفي تدوينة عبر صفحة رسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أشهد الرئيس السيسي بالرؤية الثاقبة للشيخ محمد بن زايد التي تجلت في مواقف عديدة طوال السنوات الماضية مشددا على ثقته بأن الإمارات والعالم سيستفيدان منها خلال الفترة المقبلة كما أكد الرئيس السيسي العزمة على تعزيز علاقة الأخوة والتعاون ونقلها إلى أفاق أرحب تحت القيادة الحكيمة للشيخ محمد بن زايد قال الرئيس الفرنسي إيمانويل مكران إنه يريد إعادة التفكير في جميع الأوضاع العسكرية الفرنسية في القارة الأفريقية ودعا مكران في تصريحات أدل بها قبل عرض يوم البستيل دعا وزراء الحكومة الفرنسية وقادة الجيش للعمل على إعادة دراسة أوضاع الكوات الفرنسية المنتشرة في أفريقيا كان مسؤولون فرنسيون قد توجهوا إلى النيجر مؤخرا لإعادة رسم استراتيجية البلاد بشأن محاربة الإرهاب في منطقة الساحلين مع استكمال ألاف الجنود لانسحاب من مالي وتزايد المخاوف من التهديد لدول غرب أفريقيا صوت مجلس الأمن بالإجماع لصالح تمديد تفويد بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في ديسمبر 2018 بين الحكومة اليمنية وقوات الحوثي ودع المجلس إلى ترجمة الهدنة القوية إلى وقف دائم لإطلاق النار وتسوية سياسية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة هذا ويدعو الاتفاق إلى انسحاب المقاتلين من ميناء الحديد الرئيسي وجه الرئيس التونسي قيس عيد بسرعة عقاد اللجنة المكلفة بملف استرجاع الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج وخلال استقباله رئيسة الحكومة نجلاء بودن أكد الرئيس التونسي على أهمية الإسراع بالقيام بكل الإجراءات اللازمة بعد صدور حكم يتعلق بالأموال المنهوبة في الخارج مؤكدا أنها ملك للشعب التونسي أظهر تقرير للبنك المركزي الأمريكي أن الاقتصاد الأمريكي توسع بوترة متواضعة في الفترة من منتصف مايو حتى منتصف من يونيو الجاري بينما يكافح المركزي للحد من التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوى له في أربعين عام وقال المركزي الأمريكي أنه بناء على مسح أجره في 12 منطقة حتى 13 من يونيو الجاري أفدت عدة مناطق بوجود علامات متزايدة على تباطئ في الطلب فضلا عن الإبلاغ عن زيادات كبيرة في الأسعار في جميع المناطق مشيرا إلى أن معظم الجهات الاتصال تتوقع استمرار ضغوط التسعير على الأقل حتى نهاية العام كما ذكرت وزارة العمل الأمريكية أن أسعار المستهلكين ارتفعت بالنسبة 9.1% في شهر يونيو على أساس سنوي مدفوعة بارتفاع تكاليف البنزين والمواد الغذائية والإيجارات وغيرها من البنود وختاما تأهل المنتخب الوطني لدور ربع نهائي من بطولة الأمم الإفريقية لكرة اليد بعد فوزه على المغرب بنتيجة 36 مقابل لـ 21 هذا وسيلقي المنتخب الوطني في الدور المقبل للمنتخب الجزائري الذي تأهل لهذا الدور بعد فوزه على زامبيا بنتيجة 47 مقابل لـ 23 نهاية مجاز التساع عودة لاستكمال باقي في قارة صباح الخير يا مصر بعد الفاصل